اشتركوا في القناة الواحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرج ووضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ينتظر الضوء الأخضر من وليد ريجرانجي لحسم صفقة إسماعيل السباري يرقب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الدولي المغربي إسماعيل السباري متوسط ميدان بيزفايندهوفن الهولندي لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية من أجل الحسم في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة بعدما وضعه ضمن خانة اللاعبين الذين يود التعاقد معهم في الماركات الشتوى القادمة وأكد موقع المغرب سبورت أن إدارة الفريق الإنجليزية سترسل مراقبين للسحل العجم من أجل تتبع بعض اللاعبين الأفريقاء وإعداد تقرر مفصل عنهم في أفق ضم واحد منهم أو لاعبين في إطار سياسة النادي لتدعم التركيبة البشرية التي يتوفر عليها والمنافسة على الألقاب الأوروبية والإنجليزية وأضاف ذات المصدر بأن اللاعب المغربي سيكون أولوية المراقبين الإنجليز لمتابعة عن كتاب في فترة حساسة تصادف الماركات الشتوى وذلك من أجل الحسم في الدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه للتعاقد معها لا سيما وأن الأمر لن يكون سهلا بالنظر إلى المنافسة القوية من أندية أخرى تتربص بها وسيرتفع الطلب أكثر إذا ما منحه وليدر جراكي فورا صد ظهور أكثر مع الأصود في المبارية القادمة ومن المنتظر أن يحضر متوسط ميدان المنتخب المغربي إسماعيل السباري باهتمام العديد من الأندية الأوروبية التي تراب في التعاقد معها خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى صغر سنه والمستوى الكبير الذي يقدمها عاجل إدارة باريسان جرمان تضغط بقوة على أشرف حكيمي ذكرت تقارى صعفية فرنسية أن نادي باريسان جرمان الفرنسي لا يريد تسريح لاعبها أشرف حكيمي للمنتخب المغربي مبكرا مبرزا أن النادي العاصم لا يزال في مفاوضات مع الجامحة الملكية المغربية لكراس القدم من أجل تحديد موعد الالتحاق اللاعب بالمنتخب المغربي وحسب صحيفة الباريزيان الفرنسية فإن باريسان جرمان والجامح الملكي المغربي لكرة القدم لا يزال في مناقشات لتحديد موعد رحيل أشرف حكيمي وأضفت ذات المصدر أن المنتخبة المغربية لا يرغب في تأخير وصول حكيمي التنفيذ لرغبة الناخب الوطني وليد رقراكي مشيرا إلى أن هذا الأخير أصر على أن مجموعتها يجب أن تكون متكاملة بسداء من الثاني من يناير استعداد للكان وكشفت الصحيفة أنه في الوقت الحالي لا يزال وجود حكيمي في كأس الأبطال غير محددة لأن النادي الباريسي لا يريد تسريح اللاعب مبكرا حيث يعاول نادي العاصمة على تواجد المغرب ضد تولوز يوم الثالث من يناير سوفيان بوفال يتلقى هدية وليد رقراكي للرد على المشاككين اعتمد مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد رقراكي اسم اللاعب سوفيان بوفال في قائمة أصود الأطلس التي ستخوض كأس الأمم الإفريقية بالصاحل العج بالرغم من غيابه عن التنفسية لفترة طويلة بالسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في دور نجوم قطر في مقابل ذلك تخلى رقراكي عن أسماء تلعب في دورية على أعلى مستوى وهو ما جعله أمام نيران للانتقادات وتواجد سوفيان بوفال لعب ريان القطري في لائحة المنتخب الوطني المغربي المشارك في مونديا الأفريقية فرضته الضرورة التي يؤمن بها المدرب وليد رقراكي وهي ضرورة الإبقاء على روح المجموعة التي صنعت ملحمة مونديا القطر فمن غير المنطقة لإقدام على كثرة التغييرات والتبديلات في مصابقة حاسمة تحتاج التجربة والخبرة خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بضرورة التتويج باللقب القاري الأفريقي الذي طال غيابها وهذا ما يبحث عنه وليد رقراكي والمجموعة المونديالية فلا يمكن التضحية بلاعب مهم في منظومة أبانت عن فعالية كبيرة أمام منتخبات كبيرة عالمية والمرهنة على لعب نجدد أو يلعبون في دوريات ضعيفة التنافسية فسوفيان وإن كان لعبا بدور نجم قطر إلا أن تكون اللاعب وتجربته في ملعب فرنسا وإسباني وإنجلاتيرا تشفع له بالتواجد مع الأصود بيته الذي يعرفه كثيرا وفرصته الأخيرة ليظهر ما يتوفر عليه ويردع للمشاككين على أرضية الملعب قرر نادي الدحيل القطري الدخول في مفاوضات مع إدارة نادي مارسيليا الفرنسي من أجل التعاقد مع الدولي المغربي عزدين وناحي في الماركات الشتوى القدم بعدما ظهرت بواد ربيعه من قبل إدارة الفرق الفرنسي التي تبحث عن السيولة المالية لإحداث تعاقدات جديدة خلال الفترة المقبلة والهدف العودة إلى منصة التتوج ويأمل الدحيل القطري في استغلال علاقته الجيد مع عميد المنتخب الوطني المغربي السابق المهدي بن عطية الذي أصبح المدير الرياضي لنادي مارسيليا في إنهاء صفقة متوسطة ميدان الفريق الوطني لصالحها في دل المنافسة القوية مع أندية سعودية تنوي بدورها ضم اللاعب المغربي ولا تمنع إدارة نادي مارسيليا الفرنسي في بيع اللاعب المغربي في حال توفرها على مبلغ محترم يلبي طموحاتها ولن يقدر على تسديد فاتورة عزدين أونحي سوى أندية الخليج العربية لأن اللاعب تراجع مستواه بجلوسها لذكة الاحتياط لمدة طاولة ثم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وتنتظر إدارة الفريق الفرنسي تألق المغربي في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الصاحل العاش مع المنتخب الوطني البغريبي من أجل ارتفاع قيمته المالية وباعيه على الأقل بمبلغ يفوق العشرة ملايين يورو بعد فشل تأهيله وجهة محتملة جديدة لياجور في الدورة الاحترافية فاشلت لجنة تصريف أعمال المغرب التطواني في تأهيل المهاجم الرجوى السابق محسن ياجور الذي كان قد وقع للفريق التطواني خلال الماركات الصيف الماضية عقدا يمتد لموسم واحد ولم يستفد من تجاربه وخبرة على موسى وخط هجومه بسبب تجاوزه السقف المالي المسموح له في فترة التعاقدات الموسم الجارية وكان مسؤول المغرب التطواني يراهنون على إمكانيات ياجور التهديف وإعادة السيناريو تألقه معه بعد أن شاور الحمامة التطوانية لثلاث مواسمة خاد من خلالها عصبة أبطال أفريقية وكأس العالم للأندي عام 2017 التي جرت أطوارها بالمغرب وسبق أن سجل العديد من الأهداف الحسمة للفريق التطواني وعقب فش للجنة القانونية في تأهيل المهاجم المذكور بات محسن ياجور يفكر في مغادرة المغرب التطواني والتوقيع لفريق جديد خلال الماركات الشتوى المقبل ووضع مسؤول الجميع السلوية الذي احتل المركز الأخير في صبورة ترتيب الدور الاحترافية الثانية التحقد مع ياجور في الماركات الشتوى المقبل من أجل التفاديل عن حضار لقسم الهوات وسبق الياجور أن حمل ألوان مجموعة من الأندياء الرجاء الرياضي وكياس السويسري وارويال شارلور والبلجيكي والويداد الرياضي ثم المغرب التطواني علما أنه خاد تجربة احترافية أخرى بالبطولة القطرية والعب لأندية قطر والأهل والخور ترجمة نانسي قنقر